كمان معنا خبر بخص دولة السودان وحرب الأهلية التي تعانيها تخيل أن الحرب بين قوات رد السريع وقوات جيش السودان أدت إلى نزوح الآلاف من منطقة كانت أصلا من زحولها المدنيين طبعا حيث قال برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه علق مؤقتا المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة في سودان وسط اتساع القتال إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم وشرقها وذكر البرنامج في بيان له أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي وأوضح إيدي روي ممثل برنامج الأغذية العالمية ومديره في السودان أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة وأشار إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها في الحرب يا جماعة مستمرة في السودان منذ أشهر يعني للأسف دولنا العربية في عدد منها منتشر في الحروب زي مثلا في السودان والناس بتدفع التمن الباهظ هناك في هذه الحرب المستعرة ما بين قوات التدخل السريع وكذلك الجيش السوداني والناس بتنزح من السودان يمكن بنشوف هجرات شبه جماعية لدول الجوار أو حتى الناس اللي بتحصل على الفيزا وتحاول تروح دول أوروبية أو حتى أمريكا الشمالية أو غيره على كل إن الحرب بتأثر ويمكن حرب غزة بخليها يكون للعالم مشغول في هذه الحرب بشكل أساسي والناس متغاضية أو غطة الطرف أو نسيت أو حتى نقدر نقول تنالسة موضوع السودان أو حتى أوكرانيا اللي فيها حرب أو عدد البقاء في العالم فيها صراعات موجودة حتى الآن لكن مش عايزين ننسى أهلنا في السودان بسبب ما يحدث هناك وللأسف هناك في شبه مجاعة موجودة في السودان بسبب ما يحدث في هذه الحرب